مجزاة السالسة عصرا من التلفزيون المصري أهلا بكم بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لتحرير سيناء وخلال البرقية أكد رئيس مجلس النواب أن معركة النصر التي خاضتها قواتنا المسلحة الباسلة والتفاف الشعب حولها أثبتت أن شعب مصر تجمعه الشدائد وتنفجر طاقاته الكامنة بنداء الوطن إلى العمل والبذل والعطاء كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الأربعين لإكلاعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن وخلال التهنئة أكد مدبولي أن هذه المناسبة ستظل دائما تذكرنا بنصر أكتوبر المجيدة والذي قدم خلاله أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم في داء للوطن ودربوا أرواح الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة وتعهد مدبولي بمواصلة الحكومة بزلق صار جهودها من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي كما بعث مدبولي برقية تهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء معربا عن تمنياته لجميع رجال القوات المسلحة البواسل بالتوفيق والسداد بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء وخلال التهنئة أكد وزير الدفاع أن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطنية يمثل في وجدان كل مصري رمزا لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبنائه وقدراتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا وحماية التراب الوطنية كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك المناسبة الغالية بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وأكد وزير الدفاع أن هذه الذكرى الخالدة تحي دائما في وجدان الأجيال المتعاقبة كيف أن النضال والعمل الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة للبذل والعطاء كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جاء فيها إنه يطيب لي وهيئة الشرطة بهذه المناسبة أن نعبر لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الاعتزاز والتقدير وأصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد مشيدا ببطولات التضحية والفداء لرجال القوات المسلحة في ساحات الشرف والكرامة والعطاء أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح أسيسي والذي يكلف دوما بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الهام ومؤكبة أحدث التكنولوجيات المتوفرة في هذا القطاع على المستوى العالمي جاء ذلك خلال تفاقوده المنطقة الاستثمارية بيراميتز لتنمية الصناعات المناطق الصناعية وزيادة عدد من المصانع المنطقة الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان وخلال الجولة جدد رئيس الوزراء التأكيد على سعي كافة أجهزة وجهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك دعم دور القطاع الخاص كشريك محوري في مختلف عمليات التنمية نهاية مجزاء الثالثة من التلفزيون المصرية دمتم في أمان الله